الشامبو ونضيف عليهم الصبغة اللي بدنا ياها ونضيف عليهم المقصب يسموه برلان 400 جرام ونحط مادة حافظة خاصة بالشامبو وليس فورمول مادة حافظة صحية خاصة بالشامبو شايفين يا جماعة هاي الشامبو شرحنا لكم اياه وهي النتيجة وهذا غير لون عم نساوي بس الساعة رغوته ما هديت طبعا انت رغوته بتهدأ بكرة ان شاء الله بيطلع هيك بصير مثل هاد بيبين المقصب وهي المواد تبعه اذا لما بدنا نصنع الشامبو شو بدنا نضيف اول شي التكسابون منحط قليلين ونصف تكسابون حطينا هون تكسابون شايفين حطينا قليلين ونصف تكسابون وكيلو بوليكير و200 جرام زيت البلسم تمام حركناهم صاروا مثل الصخرة شوفوا كيف صاروا صاروا آسين جدا ايبدو حركناهم مبارح تركناهم لليوم هلا بدنا نضيف باقي المواد مع المي شو باقي المواد عنا كمبرلان 600 جرام 700 جرام كمبرلان و600 جرام بيتاين تمام وبدنا نضيف عطر 50 جرام عطر وبدنا نضيف صبغة وبدنا نضيف المقصب المقصب واللي هو هاد هو هاد هو لونه مثل اللولو مقصب ايبرلان اسمه تمام هاي الخلطة خلطة العشرين كيلو اذا حاببين الزودوه فيكن الزودوه لمي وتحطيوه لملح زيادة بتسمك تعطيكم كمية اكبر بس بفعالية اقل وحتى لو كان فعاليته اقل بس هذا يعتبر اذا عمستوى السوقي والشعبي يعتبر ممتاز يعني عمستوى الشامبو السوقي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا منكم معكم محمد سعدي القاسم بدنا نشوف شو صناعة الشامبو يا جماعة انا تعجلت شوي في حركة ما صورتها واللي هي اني حطيت هون حطيت هون تكسبون اثنين ونص كيلو وحطيت كيلو بوليكير وحطيت 200 جرام زيت البلسام هاد زيت البلسام حطينا منه 200 جرام 200 جرام وحطينا بوليكير كيلو حركناهم مع 2 ونص كيلو تكسبون فهذه هي النتيجة بصيروا متى الصخر مبارع حركناهم وهلا بدنا نضيف باقي المواد تمام بدنا نضيف باقي المواد واللي هو بدنا نضيف كمبرلان وبتنا نضيف اللهم صلى الله عن النبي بتاين وبتنا نضيف الصبغة والعطر وبدنا نضيف المقصب هلا بدنا نضيف شوية مي ضيف طبعا هنا تلكم خلطتنا هي أصولا 20 كيلو بس فيك تساوى مثلا نزودون المي تساوى مثلا 30 أو 40 انتو حرين بتضيفوا مع المي ملح بتعطيكم السماكة بس هي خلطة 20 كيلو تمام هي خلطة شامبول 20 كيلو بس لا تضيف كتير مي هلا بيكفح ضيف هلا هدو عشان يكون التحريك سهل هلا كبه 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 هلا نقوم بالتحريك وإضافة الكمبرلان والبيتاين شايفين كيف كمبرلان 700 جرام تمام هلا منفضي كمبرلان هاي الكمبرلان وهي البيتاين طبعا البيتاين 600 جرام بس هون الأخ يعني الأخ أبو أحمد جايب هو هذا شامبول يعته كيلو هو معسز رقوي تمام بس فيكم تحطوا 600 جرام بيتاين وإذا تحبوا تكتروا أنتو حرين هذا الزلمة جايب كيلو والله يزير خير نعم إذا بيتاين كمبرلان هون شو حاطين كنا مبارح تكسابون مع بوليكير مع زيت البلسم خلطناهن صاروا مثل مثل هيك التجمع القاسي تركناهن لتاني يوم إجباري هاي العملية وشان ما يفصل هون هذا اللي شايفينه هذا اللي شايفينه عطر العطر كمان انتو حرين بالكمية العطر إذا كانت كمية تكون 20 كيلو بحطوا 50 جرام إذا أكتر بتكتروا وهذا المقصب قديش مقصب يعني 400 جرام عطبط شايفين 400 جرام إبرلان مقصب مقصب قديش 400 جرام تسموه إبرلان تمام هاي كمبرلان بيتاين مقصب صناعة الشامبو سهلة جدا إذا صناعة الشامبو سهلة جدا جدا ولا أبدا تحكي له هم يعني مواده معروفة وسهلة تكسابون تكسابون وبولي كير كيلية ونصف تكسابون كيلو بولي كير 200 جرام زيت بلسم 700 جرام بكمبرلان 600 جرام بيتاين أو بتحب تحطوا كيلو وحطوا مشكلة مقصب 400 جرام واسمه إبرلان منضف لون قديش 18 كيلو مي هذا العيار النظام النظامي ونحط لهم عطر ومادة حافظة خاصة بالشامبو وليست المادة الحافظة المعدلة اللي أدالين تمام بعدين نحط له اللون البدنياء والعطر البدنياء طبعا فضينا الكمبرلان نسينا عم دور على المقصص نسينا نصوير فضينا 700 جرام كامبرلان ولا بنا فضل البتاين شايفين ما أصحى صناعة الشامبو طبعا هذا الشامبو ممتاز جدا إذن هلأ حطينا البيتاين نسينا الكمبرلان ونحط ماء ضيف ماء عمو جيب ماء شايفين كيف حبي لعلها مثل ما قالت لكم هي الطبخة 20 كيلو بتحبوا الزود وماء بالزود وملح هلأ عم نضيف الماء هنو كاس الشاي تبعي برا سكر ها شايفين كيف هاجيب الماء بس صاروا 20 كيلو حط حط العطر حط المقصيب هاي المقصيب شايفينه يعني انتو صناعة المنظفات لا تنوهم فيها سهلة جدا يعني وهذا الشامبو هاي المواد اللي عم نحطها يعني في ناس نصة ما بتحطها توفير بالفعل شركات تخني بالدانا قالوا انه يعني هاي المواد غالي جدا غالي اي في ناس بتوفر نعم يقول لك ليش حتى تخسر بلاها هاي المقصيب هاي المقصيب هاي المقصيب هاي اي ضيف العطر العطر متل ما تلكم ازا انتو كمية كون قليلة بتحطوا عطر خمسين قرام ازا كمية كون كبيرة يعني اكتاب من عشرين كيلو بتكون زودوا المي بتحطوا لهم شو مية قرام عطر نفس الكمية 20 كيلو و40 كيلو ما نسميك بالملح؟ بس حط ملح بتسمك هل سماكتو هاد الشامبو؟ أعطينا ابريق هاد هاداك الابريق هاداك طبعا هادا لسه هلا لسعتو مصار شوفوا 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 سماكتو شوفوا سماكتو و لسعتو مصار شايف هلا هيك بدون ملح ها؟ هلا هيك حطينا شي ملح لسه ما حطينا حرك سدي حرك يعني اذا هيك هادول بطلع و20 كيلو بالله يا خاني حطوا على الميزان ايدك و ايدي ايدك و ايدي ايدك و ايدك و ايدك هاي الميزان ها ايدا غبوا 20 و زيادة كمان شفت شلون سماكتو بدون ملح هاي بدون ملح مصبوط؟ معناتو نحنا فينا هلا اذا منعبي بصيرو 30 كيلو اذا منعبي مي بصيرو 30 كيلو اذا منعبي مي بصيرو 30 كيلو انتو حرين بتحبو تزودو وتحطو ملح بصيرو معكم 30 كيلو بصيرو لساعتنا ما حطينا ولا جرام ملح والشامبو طلع سميك سميك طبعا هدول الشامبويات نحنا هلا عم نصورون الاخ ابو احمد عم يصنعون هذا الاخ ابو احمد طبيب بالطب النبوي بالاعشاب الطبية ما شاء الله الله يفتح عليه يا راسي ابو احمد الله يشبه بخاطرك والزلم هيك عنده محل حلاقة وهيك يعني بصنع هيك هلا عم نساوي منظفات بس هو اختصاصه ابو احمد بالطب العشبي والنحل وشوفته في الو فيديهات معي اكتر من سنتين هو مختص بالنحل اه اي سؤال بعتوني بالتعليقات بجاوبكم عنه ابو احمد يعني هيقيمكن عن موضوع اللودالين الزلم مختص بالطب العشبي انا هاجره هون التصوير هون بعكس الضو ممنية يعني اي احد عنده استفسار مرض كذا بالطب العشبي بالطب البديل ابو احمد عنده خبرة ما شاء الله والله دراسي ابو احمد هلأ بدن حط مادة حافظة خاصة بالشامبو ها تلعلك خاصة صحية هي خاصة بالشامبو طبعا هي مو فورمول ما منحط فورمول للشامبو ابدا سكرها وحطها هناك سكرها وحطها هناك سكرها وحطها هناك ايه نعم فازينا السماكتو فازينا السماكتو انا شايفو سميك لا على عصائل بيهن شايفو سميك بدون ملح ايه هلأ زود لي ماء زود لي ماء سميك بدون ثلاثين كيلو نعم لكم انتو حرين تحبوا عشرين تحبوا ثلاثين انتو حرين تحبوا بصيروا أربعين كمان السماكة من الملح انت حر بتخفيف منتجك انت بتحب تصنعه ثقير بتكسب سمعة الزبائن تحب تغففه أكتر تحب توصله للأربعين في ناس يعني يعني هاي سواء اللودالين أو الشامبو انت حر بمنتجك سمون بدون ياخد من عندك وبدون يرجع يمان بيرجع يفتش لون بيكفيك أبا أحمد على الثلاثين الساوية على الثلاثين أبا أحمد ما مشكلة ما مشكلة انتك تقسم وقسمين ما مشكلة انت شان تلوين لونين طبعا هلأ هاي الرغوة والضواجان تبع المادة بكرا بتروح لانه هلأ أثناء التخريط والتحريك بصير الرغوة زايدة هلأ بدنا نفضي ملح الملح قلت لكم مبارح نزلت لكم فيديو خصوصي الملح ما بتفعل مع التكسابون يعطيه فاعلية إلا في مجال المي بده يكون في مجال المي فهون بالشامبو ما عنا مجال المي مي قليلة فما في نحط هلأ كيلو تكسابون بالشامبو باللودالين بتحمل نص كيلو ملح هون ما بتحمل نص كيلو ملح ما بتحمل شو رح نحط هالله هنحطنا هون مية وخمسين قرام ملح بس لأنه ما في مجال ما في مجال يتجاوب تكسابون للملح هلأ المجال وين المجال؟ المجال بالمي طبعا هلأ مصفر الميزة انا صفرته لعنه المجال بالمي إذا هلأ نحطينا هون مية وخمسين جرام ملح مية وخمسين جرام ملح شايفين كيف؟ هلأ بدنا ندوبهم ونحطهم هون لأنه ما بيتحمل نحط ملح أكتر من هيك لأنه ما في مي الملح حتى يتجاوب مع تكسابون بدهم مي هلأ نحنا طبعا هون الأخ أبا أحمد بدي أخده معه بالدبجانة فبدي أحط هون لون وهنيك لون بدي أخده اللي عنده على المحل بس هو صورها عندي بس مش هنصور لكم إياه يعني بس مش هنتتعلم وصناعة الشامبو هلا هاد الشامبو جاهز هاي الرغبة بكرة بتختفي يعني بصير متل هاد الشامبو تبعي هم شوفون ديك هون شايفين ما أحلى؟ شايفين هاللون؟ طبعا هاد إبريء هادا شايفين ما أحلى؟ لون خرافي ومفعولية ورائحة يعني شي فوق الوصف طبعا أنا شاغل مئة كيلو أنا أنا ساويت مئة كيلو عندي هون وعندي هون تحت الدبجانات هيك شايفين الشامبو قلت لكم أنا شاغل مئة كيلو شوفوا ما شاء الله ما أحلى شامبو منظره جميل أنا بس هيك حبيت بس فرجيه كل لونه هادا كمان شامبو كمان شغلي شغلي يدوي صناعة الشامبو سهلة جدا فعالية وجودة وكل شي وهذا هلا بدي أصير مثله إن شاء الله هاد بس هون الأخ بدي أحطه بهاي الدبجانة وهي الدبجانة ياخده على محله وهلا بدي أضيف صبغة هاي وهديك صبغة مختلفين عن بعض فهذا الصبغة الزرقة هاي الصبغة الزرقة هاي بدك تحط هون دردورة هون حط دردورات كتير ها تعطيني ما يجيب لي ما يجيب لي ما إلى هون حط 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 كمان كمان حط كمان بس الصبغة يا جمان ما منظرها زين منقدرة تقدير يعني يجب أن تكون من زينة زين وتكون عندك صنع معمل شغل معمل وكميات يومية فساعدها بالزينة زين ما تقدرها تقدير هذا الشامبو وشغلناه القديم هلا كمان عم ساوي شامبو حرقونا ابو أحمد شايفين هلا هو ابو أحمد قسم الشامبو بين هداك الدبين هدي كده مجاني وبين هاي بده ساوي لونين زلمين حط لنشوف هنيك الأزرق اي الله خلاص ممشكلة هنيك عندك من محل بتحركو اي بس هدا بده غسير هدا غسره منيح كدت علي مي كدتو عزرق عخود كدتو نطفو هلا بدنا نساوي لون زهري حط دردورة من هدا الأحمر دردورة من الخمري بس هاد أحمار و هاد خمري خود أبي خود ودي هاد أحمار شايفين كيف هاي الصبغة روح وديها بس كفاها المولاد حط ما يجيب لنا بريق مي يلا أحمار شايفينك اغسل يغسل على البيت الصوام شو ما تصبق شيء يغسل على البيت الصوام طبعا هدا ما رح يبين معه اللون لبكرة لانه هلا الرغوة هاي يجي بكرة الرغوة بتهدأ يبقى يصير مثل هيك هلا هدا مسلا سماوي هدا زهري هداك السماوي كمان طبعا حط العطر وخلص شفتوا كيف صناعة الشامبو هدا المنتج النهائي اشتركوا في القناة